عقب خسارة المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون للانتخابات الرئاسية وفاشالها في الوصول إلى البيت الأبيض سادت الصدمة وسط مناصرها بمقر حملتها الانتخابية في نيويورك هيلاري كلينتون فضلت عدم ظهور أمام مناصرها وعدم الإدناء بأي خطاب الأمر الذي أكده رئيس حملتها الانتخابية جون بودستاي قائلا يجب على كل واحد أن يذهب إلى منزله يجب أن تنام قليلا لدينا الكثير لقوله يوم الغد أريد أن يعلم كل شخص هنا وكل شخص ساند هيلاري كلينتون يتواجد في جميع أنحاء البلاد أن صوتكم وحماسكم أشياء تعني الكثير بالنسبة لها وبالنسبة لتيم كين ولنا جميعا نحن فخرون بكم وفخرون بها وخسرت هيلاري كلينتون الانتخابات الرئيسية عقب حصولها على 218 صوتا من كبار الناخبين مقابل 276 لمنافسها دونالد ترامب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر